اشتركوا في القناة اما ان يذهب اليها لينظر مدى قوة القوم فيما سبق فهذا لا يجوز والفرق ظاهر لان هذا الذي يذهب اليها من اجل ان ينظر قوة اولاء ذهابه اليها نزه وترأف ولا كأنه وقع بهم من العذاب ما وقع اما الذي يذهب اليها وهو يبكي ويخاف فهذا لا حرج ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وعلا بهذه الديار في سفره الى تبوك قلنع رأسه نزله وغطاه واسرع في السيد